بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بمكون الجغرافية القسم السادس ابتدائي طبعا المرجع والجديد في الاجتماعيات الدرس العاشر نعم عندنا مميزات وطني التوزع السكاني الهدف أصف توزع السكان بالمغرب وأفسر تباينه وأدرس توزع السكان بإحدى جهات المغرب ومهدو التعلمي يتباين التوزع السكاني عبر التراب الوطني مما يجعل الإلمام به من أساسية التنمية الجهوية بلدنا نعم هنا أقول لنا كيف يتوزع السكان المغرب ما العوامل التي تفسرها التباين التباين توزع السكان المغرب كيف أدرس توزع السكان بإحدى الجهات نعم إذا نشرع على بركة الله بذوبة أنشطة نعم عندنا هنا النشاط الأول يقول لنا أصفوا توزع السكان بالمغرب أول حاجة تعرفتوا في المستوى الخامس نعم سبقوا أن درسنا معنى الكتافة السكان والقاعدة المعدلية كيف نحسبوك نديروا عدد السكان قسموا على المساحة كي نعطينا القيمة بالأبيطان في كل كلمتر مربع وعيد كتافة السكانية هي عدد السكان تقسيم المساحة وهذه الوحدة هي أبيطان في كل كلمتر مربع إذا عنوان الخريطة توزع الكتافة السكانية هنا عدنا توزع الكتافة السكانية عدنا الخريطة توزع كتافة السكان المغرب حسب الجهات حسب الجهات نعم نضح الصورة عدنا هنا هنا طبعا الجهات عدنا الدربيدا الدربيدا السطات والريباد سالاقون والجهات التطوان الحسيمة وكذا مراكش فاس أسفي وفاس مكناس هذو طبعا عندهم اللون الأحمر والكتافة السكانية ديرهم طبعا ستبدو 300 200 200 200 أيضا كتافة السكانية مرتفعة وهنا بني ملال وخنيف رهما هذو طبعا عندهم كتافة طبعا متوسطة وأخيرا هذه الجهات اللي عندهم اللون الأصفر هالجهات اللي عندهم اللون الأصفر عندهم كتافة ضعيفة نقلوس سؤاله الأرسل بالجهات من حيث الكتافة المرتفعة والمنخفضة وأحددوا موقعها إذا عمشي وعنديرهم الجهات اللي عندهم الكتافة المرتفعة هما هذو لا ما نكسبوه معهم الدار البيضاء سطات الريباد سالاقونيترا طنجات تطوان الحسيمة مراكش أسفي فاس مكناس فاس مكناس هذو نديرو نديرو حل جدول نديرو الجهات الجهات طبعا ذات الكتافة ذات الكتافة المرتفعة ذات الكتافة المرتفعة وهنا ذات الكتافة المتوسطة نعم وهنا الضعيفة نديرو من حل طابله هنا ونكتبوا هات جهات اللي عندهم اللول الأحمر نكتبوه هنا واللي عندهم اللول البرتقالي هنا اللي هنا بني ملة الخنفرة وسوس مازة وآخيرا الضعيفة هاد المجموعة طبعا نديرهم هنا نعم وحددوا طبعا موقعها الموقع دياله يبدو طبعا عند الكتافة مرتفعة موقع دياله في لاحظوا زيلا هنا الشمال الغربي إذا الكتافة مرتفعة في جات في الشمال الغربي في المغرب وطبعا الكتافة المنخفضة في الجنوب جيد كناء الجنوب وكذا الشرق في الجنوب والشرق وكذلك في طبعا المنادق المستنعة نعم وحددوا إن كانت الكتافة ترتفع أم تنخفضوا من الشمال نحو الجنوب نحظوا من الشمال نحو الجنوب فمن الشمال الجنوب تنخفض إذا بشنا من الشمال إلى الجنوب إذا الكتافة شنو تنخفض نعم إذا الكتافة طبعا تنخفض من الشمال إلى الجنوب نعم تنخفض ومن الغرب إلى الشرق ومن الغرب إلى الشرق طبعا تنخفض تنخفض نعم تنخفض أرصدوا من مفتاح تباين الكتافة داخل كل مجموعة لكل مجموعة نعم لاحظوا نعم هنا هناك تباين هناك كتافة مرتفعة هناك متوسطة هناك مخفض أحسب الفرق بين أعلى كتافة وأدنى في المجموعة واحد أعلى هي 352 أعلى هي 352 وعدنا الأدنى طبعا في المجموعة واحدية 105 مئة وخمسة إذا قالوا أنهما أحسبوا الفرق بين أعلى كتافة وأدنىها نعم إذا حسبوا تعطينا هنا سبعة نعم ربعة نعم إذا الفرق ديال 247 أبط نعم في كل كيلومتر مربع هذا الفرق ديال 247 أبط بالأعلى والأدنى يعني هناك كتافة مرتفعة جدا استخلصوا نعم هنا استخلصوا ما يميزوا جهة جهة مثل ضارعة تافيلات عن ضار بيضاء نعم هذه ضارعة تافيلات وهذه ضار بيضاء لاحظوا هذه اللون الأحمر يعني هناك كتافة مرتفعة وهناك كتافة ضعيفة ولكننا نرى هنا الضار بيضاء عندها 352 أبيطون كركين وضربة وضارعة تافيلات عن ضار 14 إذا بالنسبة للضارب إذا كتافة جدا مرتفعة جدا وضارعة تافيلات فهي ضعيفة جدا لها مجال مقارنة هذه أكبر بكثير منها أكبر بكثير منها وصلنا إلى النشاط الثاني أفسروا تباين توزيل السكان بالمغرب توزيل كتافة السكانية إذا هذه ملقنا عندها كتافة جدا مرتفعة وهذه متوسطة وهذه عندهم كتافة طبعا ضعيفة احتى في الجنوب هنا كتافة ضعيفة هنا سنتعرف على بعض مؤهلات لكتافة طبعا مسافعة أو ضعيفة مؤهلات عمرانية واقتصادية نعم لاحظوا في المفتاح مطارات ثم أكبر مطار نعم ثم موانئ على طول السواحل ثم طرق السيار لاحظوا طرق السيار التواجد طبعا في الشمال الغربي ثم سكك حديدية لاحظوا السكك الحديدية نعم سكك الحديدية لاحظوا هنا مدن بها منشآت عمرانية نعم منشآت عمرانية واقتصادية ديالتجارة عليها كتكون هنا الكتافة السكانية مرتفعة وصلنا لذلك عنب الشدابة الوثيقة طبعا اثنان لاحظوا مؤهلة طبيعية وفلاحية إذن أحواض مائية زيتها مناطق للسقي نعم هذه مناطق فيها السقي وفيها أحواض مائية إذن وجود المياه طبعا للأراضي المياه طبعا بوفرة وأراضي زراعية طبعا مما يجعل هذه الكتافة تكون كتافة السكانية في هذا النصف الشمال الغربي لاحظوا قلنا السؤال هنا أرصدوا نعم أرصدوا من الوثيقة اثنان مؤهلات طبيعية وبينوا علاقتها تتوزل الكتافة السكانية وأعطي أمثلة مثل توفر المياه والأراضي الزراعية والتربة الخصفة وحد مواقع حيث توفر المؤهلات إذن من خلال الوثيقة نحظوا مؤهلات طبيعية تتجلى نفس وجود السهول والهداب طبعا هنا كما أن وجود المياه لاحظوا هنا أحواض مائية وفرمياه وطبعا الأراضي الخصفة وأعطي أمثلة مثل هذا وحد مواقعها فتوجد في نصف الشمال الغربي نعم الشمال الغربي في الشمال الغربي أرصدوا من الوثيقة نعم أرصدوا من الوثيقة اثنان المؤهلات حيث المؤهلات طبيعية قاسية إذن المؤهلات قاسية هناك هنا الجبال في هذه السلاسة الجبلية ثم في الجنوب نلاحظ هنا طبعا مناطق صحراوي مناطق جافة إذن هذا هذا الذي يفسر انخفاض طبعا عدد كتافة السكنية ضعيفة لأن هناك هناك مراتق صحراوية جافة يعني قلة ساقطات ثم عندنا هنا الجبال يعني كنا سفوح شديدة انحدار وبالتالي هذه العوامل هذه المعطيات الطبيعية القاسية هي التي تجعل الكتافة السكنية منخفضة أرصد من وثقة ثلاثة المؤهلات العمرانية واقتصادية وأبين علاقتها بالسيطة طب نعم مؤهلات العمرانية لاحظوا جيدا إذن هنا وجود مطارات وجود مواني طبعا هنا وجود سكاك حديدية طرقصية ثم منشآت عمرانية واقتصادية هذو كلهم عوامل كي تكونوا سبب في معطيات يعني تجعله مؤهلات هذه العمرانية واقتصادية تجعل الكتافة السكنية تكون كتفة ومرتافعة لأن هناك أرشطة نعم قالوا لنا هنا أرصد نعم أعتذر هنا نعم أرصد أرصد هنا أعتذر هنا نقرب هذه بحلقة نعم أرصد قالوا لنا أرصد من الوثيقة ثلاثة المؤهلات العمرانية واقتصادية وبينها علاقتها باستغطار السكان مناطق متنوعة مناطق متنوعة الأنشطة ومتعددة المدن إذن مناطق متنوعة الأنشطة ومتعددة المدن نعم هي الشمال الغربي لاحظوا هي الشمال الغربي ثم مناطق تتعدد بها مناطق تتعدد هنا مناطق تتعدد بها الموانئ إذا جعلنا الخارطة الموانئ تتقريبا في طول السواحل إذن المدن الساحلية المدن الساحلية لاحظوا المدن الساحلة ومنادق تتجمعوا منادق لجانا الجوال منادق تتجمعوا وتتنوعوا بها شبكة مواصلات ممكن شبكة مواصلات طبعا كثيرة هنا يلاحظوا في النصف الشمال الغربي هناك هنا مواصلات وجود طبعا مطارات وجود طرق سيار سيكة حديدية هذي طرق سيار وكذلك نعم هذه المناطق هي النصف الشمالي أو الشمال الغربي نعم قلنا الشمال الغربي قالوا هنا هنا على بعض المناطق نحاول أستخدم جدولا يستعرض العوامل التي تكمل الكثافة السكانية الضعيفة في بعض المناطق نعم اذا قالوا هنا العوامل طبيعية عوامل طبيعية بحالة الجبال الصحراء نعم تكون تربة غير تربة غير خصبة أو غير صالحة للزراعة إذن عوامل طبيعية عندنا الجبال الصحراء غير صالحة ثم عدنا انعدام أو قلة المواصلات قلة المواصلات نعم ما كاناش طرق سيار سيارة نعم ما كاناش سيكاك الحديدية مطارات هذا كله منعدام دياله قلة أو انعدام ثم عدنا قلة أو عدم أو انعدام المنشآت صادية المنشآت الاقتصادية المنشآت الصادية بحالة أتنا المعامل شركات نعم ثم كذلك المناخ المناخ صحراوي صحراوي جاف نعم قلة التساقطات إذن محراء هذه ممكن نديره جدول نديره لصبو جدول لهذا عوامل طبيعية قلة مواصلات قلة أو انعدام المنشآت الصادية والمناخ نديره ربعات الخانات طبعا نمر إلى النشاط الثالث أدرسه توزيع السكان بإحدى جهات المغرب نعم لاحظوا هذه هي جهات مراكش أسافي موقع جهات مراكش أسافي يقسم المغرب إلى 12 جهات أتعرف توزيع السكان بجهات مراكش أسافي وحددوا موقع هذه طبعا الجهة بالنسبة للمغرب نعم وبالنسبة لجهات المجاورة إذن طبعا موقع ديال هنا جهة قلنا جهات نكسبوها مراكش أسافي مراكش أسافي نعم إذن هذا مراكش عندها طبعا هنا في الشرق فين يا مراكش الجهة إذن في الشرق شنو عندنا هنا اللي كي حيطوا بها هذه الجهة طبعا لرجعنا الخريطة كالقا لجعوا الخريطة هذه بشبال لنا فين الموقع ديالها لاحظوا جيدا إذن ها هي مراكش طبعا إذن في الشرق هنا بني ملال في الشرق هنا دني ملال بني ملال نعم وطبعا في الشمال لاحظوا الشمال دي المراكش كينا الضار بيضاء نعم الشمال ديالها كينا الضار بيضاء أو الجهة اللي فيها الضار بيضاء جهة دار بيضاء جهة الضار البيضاء جهة نعم جهة دار بيضاء وطبعا جهة دار بيضاء وطبعا وهنا جهة بني ملال وخنيفرة يعيك بني ملال وخنيفرة موهي ما ما عنديش فيه نكسب خنيفرة ثم طبعا نعم المحيط الأطلنطي نعم المحيط الأطلنطي نعم المحيط الأطلنطي وفي الجانوب يمراكش نعم المحيط الأطلنطي نعود إلى وصف كتافة السكان لاحظوا المحيط الأطلنطي نلاحظ أن مراكش عند الور الأحمر كتبة مرتفعة وهنا كتبة مرتفعة في يوسفية أسفقة أسراغنالحوز وهنا كتبة متوسطة أرصد و أصفه هناك تباين في الكتبات كتبة مرتفعة و هناك كتبة متوسطة أرصد مستوى الكتب يجب مراكش مستوى الكتبة فهو جديد مرتفعة ستشكل حازاماً تشكل حزاماً هنا عام حزاماً ستشكل عاماً يمتد شمال غرب مراكش شابان غامل المراكشية هي اليوسفي وأسفي وجنوب شرقها هو الحوز وقلعة الصراغنة نعم، هذه بلما كتبهم روادها مراكشية لديها الكتفة مرتبعة جداً مستودية لها وهذا طبعاً لدينا الشمال الغرب لدينا اليوسفي وأسفي ودينا الجنوب الشرق لدينا الحوز وقلعة الصراغنة تفسير الكتفة الآن قطناها هذه الفقرية تفسير كتفة السكان بالجهة نعم، وأرص المؤهلات المائية لاحظوا جيداً هنا الأطلس كبير بمعنى خزان المياه نلاحظ هنا عندنا سدود هاجل السدود ثم عندنا هذا الواد هذا النهر هذا إذا المؤهلات المائية موجودة عندنا هنا كنا الأطلس كبير باعتبار خزان المياه عندنا سدود وعندنا الدود نعم أبين مؤهلات بشترية من خلال ما توفروا عليه من مدن أنشطة لاحظوا عندنا صناعة صناعة تقليدية هذا ثم عندنا صناعة فصفات ملاحة الدولية ثم صيب البحري كما قلنا وعندنا السياحة الدولية صناعة تقليدية صناعة حويلية للخدمات إذن هذه المؤهلات طبعا التي تعطينا أنشطة نعم أبين علاقات كتافة السكن بأهلة الجهة إذن فطبعا كتافة السكان تكون مرتفعة جدا ومرتفعة في الأماكن التي فيها طبعا الأنشطة طبعا فمثلا عندنا هذه المنطقة مراكش تعتبر منطقة فلاحية طبعا الوجودة فرمياه نعم والأراضي الزراعية طبعا وعندها تربة أخصفة الصغير من بلاد مراكش تحتل الصدارة من حين كتافة السكان لماذا؟ لأن مراكش تعتبر منطقة منطقة أو مدينة سياحية بامتياز سياحة دولية عندها صناعة تقليدية عندها صناعة تحويلية ثم كذلك عندها بدرجة الأولى عندها بشكون هي الأولى منطقة سياحية وكذلك منطقات توفروا على المياه والأراضي الخصفة أرسل أقاليم أقل كتافة وأبين أسمى ذلك أقل كتافة هيا طبعاً أرجع الخريطة هيا هنا كتافة هي الرحامنا ششاوة وأصويرة ترجمة نانسي قنقرينة